السلام عليكم المشاهدين للعزاز كيف تريد أن نبس عليكم أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير بساحة جيدة ثم العائلة والأهل والأحباب ومباشت منيتوا ان شاء الله غبرت عليكم شوية كانت لديش ظروف كيف أعرف الحياة السلاهي والتفاؤل والأمل في الحياة ان شاء الله لنا والجميع كما اشتركوا في هذا الفيديو ان شاء الله كما أعود طلب المتتبعين والعزاز الذين يهمهم هذه الوصفات ويهتموا بهذه الوصفات بصفات الشعر والوجه بالنسبة للبنات الذين يهتموا بهذه الوصفات والطبيعية الموجودة في كل بيت مرحبا بكم ألف مرحبا على الرأس والعين ويهتموا به نرى وحدا منكم كان عشق هذه الوصفات الطبيعية في البيت وعلى بركة الله بلا مكتر بلا 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 تمنى هات تصوير يكون زوين يباين اليوم ان شاء الله ان شاء الله حلوة ان شاء الله لقد اكمل وصفات العصفة نزيل شعر بني فاتحة وغامق لدينا وصفات الشعر ووجه وصفات الشعر ووجه وصفات الشعر وصفات زوينة وطبيعية ومواد كلها موجودة في البيت على بركة الله نقدم لكم المقادير وطريقة التحضير بإذن الله سفار بيضة لدينا شعر قصير بشعر مصنع هنا قصر زيتون زيتون كهوة نشربه بلا سكر قهوة صفية طيبة ومعصرة ومصفية على طبيعة الحال اضع القهوة العادية اضع القهوة برد وصفها اضع القهوة كاكا والمر جوج معلق المعلقة على حسب الشعر كاكا والمر ومعلقة خضرة مطحونة ومعلقة نس كافي وعصير نس حامضة لنقذ طبيعة الحال كافية ومعلقة نشاطة صغيرة نضيف بيض نضيف بيض نضيف بيض نضيف بيض نضيف بيض لن تحصل على لون بني الشعر يجب معلق كبار و مع الخلط تخلطه بأي حاجة خلطه بأي حاجة لبني الشعر مشاكل الشعر يكون ناشف و مكسر و اسميته مشوك يعني واحد اللون باهت نتبع هذه الوصفات انا كل مرة اريد وصفة جديدة للشعر باش نغضي الشعر ديالي ويطوال ويكون رطب ويكون فيه اللامعان نسيتها الليمة البنات والله سمحت فات الشعر حاجة انا قدرت لكم اخر وصفة سمحت بك عندي اشغال مشغولة فيها شوية و اذا قدرت لها ارى البنات مبرع البنات معي في الوصفة للشعر و نتمنى البنات اللي تجلبوا لها الوصفة للشعر يكونوا يشوفوا هالفيديو انشاء الله و خلوكم معي البنات حتى الاخر نهاية الفيديو لا تنمشيوش بعيد حتى نشوفوا اللقطة بلقطة انشاء الله نخلطنا الكاكاو المر نضيفه نضيفه جوج معالق ما كنت عبرتهم قدامكم نوازوج كبار و مع الخلط دائما لديه ضار كبير للشعر نضيفه و جميع الوصفات اللمعان و مغدي و فيتامين سي يغدي البشرة و الشعر يضيفه و يضيفه الفطريات في الشعر و يقضي على ميكروبات يجب عليكم نضيفه 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 و نعصره لا يقوم بتحقيق هذه النصحة نصح نصح نضموه على الوصفة يجربوها و اتحكموه شعر بني و المعان و الرطوبة و مغدي سوف يتفرحوا بهذه الوصفة ان شاء الله البنات جربوها انواعدكم شوفوا الوصفة لا تكون قاسحة لا تكون مطلوقة شوفوا البنات شوفوا الوصفة يضيفينها جيدًا لان اضيفه اضيفه زيت زيتون و في الأخير اضيفه زيت زيتون لان اضيفه اضيفه اضيفة زيت زيتون اضيفت زيتون حنا لا تنسوش هذا هو العنصر الأساسي مع هذه الخلطة ضروري سيكون فيها زيت زيتون اضعوا على حسب الشعر على حسب الشعر طويل و لا قصر اضعوا ثلاثة مع القول اضعوا على حسب الشعر بحال هكذا شوفوا البنات الخلطة تخلطوا مزيد زيت زيتون مع الوصفة سمحوا لي لا طويل الفيديو لا يصبروا معي اضعوا المرحلة هذه البنات شوفوا حصلنا على الخلطة بني هذه القهوة تكون طيبة البناتها تغلي القهوة و تدخلها تبرد و تخلطها مع القهوة لا تستطيع القهوة ضروري تكون طيبة هذه البنات تحصلوا على الخلطة بحال هذا مهم لكي لا نطويل لكي تخلطوا جيد اضعوا العناصر تخلطت مع بعض كما ترون هذه الخليطة شوفوا بطريقة تبا تحصلوا على خلطة لكي تخلطوا هذا الخليط لا تستطيع القهوة اضعوا تركوا الخليط زيارة ثم اضعوا يتقلوا زيارة تدخلوا الساعات ساعة تدخلوا على شعركم من الجول إلى الأطراف ودخلوا على شعركم وربعات السوية ساعة 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 يخمر ودخلوا على شعركم ودخلوا على شعركم وربعة السوية يجب أن نظر ساعة ساعة ونظر ساعة ثم ساعة 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 يجب أن نظر تساعة ونظر اشتركوا في القناة